موسيقى أعزائي المشاهدين مساء الخير وأهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مصر في أسبوع أسبوع جديد مر على مصر المحروسة أسبوع حافل شهد أحداث كثرة بعد طول انتظار وافق مجلس نواب على قانون التأمين الصحي الجديد هذا القانون الذي يمثل نقلة نوعية للخدمات الصحية في مصر من جانب آخر صاحب هذا القانون جهود مكثفة لدحر الإرهاب وداعمه من خلال زيارة هامة قام بها وزير الدفاع والداخلية إلى سيناء تؤكد هذه الزيارة الوقوف صفا واحدا ضد الإرهاب قادة ومرؤوسين من جانب آخر وعلى الجانب الاقتصادي أيضا كان هناك انتعاشة اقتصادية وجذب للمزيد من الاستثمارات مع إعلان صندوق النقد عن صرف الشريحة الأولى من الدفعة الثانية من القرض في شهادة جديدة لتعافي الاقتصاد القومي المصري دعونا قبل أن نتابع فقراتنا هذا الأسبوع ومصر في أسبوع نستعرض مع حضراتكم أبرز أحداث الأسبوع المنصرم ونعود لاستكمال حلقتنا ومصر في أسبوع وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بالقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بضرورة وضع مخطط شامل لتنمية قرية الروضة مؤكدا أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الوزراء المعنية ومحافظة شمال سيناء لضمال سرعة تنفيذ المخطط أعلن المتحدث العسكري أنه تم استهداف مطار العريش بأحدى القذائف ما أسفر عن استشهاد ضابط وإصابة اثنين آخرين وإحداث تلفيات جزئية بأحدى الطائرات الهيليكوبتر وافق مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل والبالغي إجمالي مواده سبعا وستين مادة كما وفق المجلس على الجداول الخاصة باشتراكات المؤمن عليهم والمعالين والمرفقة بالقانون كما هي أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على قانون المنظمات النقابية العملية وحماية حق التنظيم جاء ذلك خلال ختم فعالية أسبوع السلامة والصحة المهنية في المنوفية أعلنت وزارة الداخلية نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط تشكيل عصابي سرق حمولة سيارة نقل عبارة عن بطاريات هواتف محمولة خاصة بتصنيع أول هاتف محمول في مصر ومملوكة لإحدى شركات الإلكترونيات أعلن سفير مصر في بنجلادش وليد شمس أنه تم تقديم شحنة مساعدات إنسانية من مصر إلى جمهورية بنجلادش للمساهمة في تخفيف وطأة المعاناة على مسلمي الروهينجيا الفرين من العنف في ميانمار وبلغ إجمالي المساعدات بما في ذلك المقدم من الأزهر 120 طن من المساعدات الغذائية والإيوائية في محاولة جديدة من الدولة لمنع التلاعب في الأسعار وبعد نداءات متكررة أصدر وزير التموين الدكتور علي مسلحي قرارا بإلزام الشركات بكتابة الأسعار على المنتجات وسط مناهضة كبيرة للقرار من أصحاب المصالح القرار احتفظ بحق أصيل بأن يدون المنتج سعر البيع للمستهلك على المنتجات وفي حال مخالفة كتابة سعر البيع للمستهلك المثبت في الفاتورة سوف تحرر جنحة البيع بغير السعر المعلن المنصوص عليها في القانون القرار أيضا اعتبر عدم وجود فاتورة من المنتج لدى التجار مدون فيها سعر البيع للمستهلك جريمة تستوجب مصادرة المنتجات باعتبار هذا المنتج حينها منتج مجهول المصدر حتى ولو كان يحمل اسم العلامة التجارية حول قرار وزير التموين بكتابة الأسعار على المنتجات نتابع هذا التقرير ونعود لاستكمال حلقتنا لمنتج منزوع السعر بعد اليوم هكذا لسان حال قرار وزير التموين الذي أصدر قرارا بمصادرة السلع التي تبهى دون تدوين الأسعار عليها وزارة التموين أوضحت أن القرار يهدف إلى السيطرة على السوق ومنع الجشع وتعريف المستهلكين بأسعار السلع الوزارة أكدت أيضا أن القرار ليس بودع مصري حالة من الجدل في أوساط التجار والمستوردين أعقبت القرار فبين مؤيدين ورفضين ذهب بعض التجار إلى حاجة القرار لآليات تنفيذية وتطبيق عادل القرار كان له صدا واسع بين المواطنين المصريين سواء على المستوى الفردي والعائلي أو حتى عبر الجمعيات إلى الحد الذي جعل جمعية مواطنين ضد الغلاء تعلن عن اعتزامها الإعداد لأكبر حملة مقاطع للسلع والمنتجات التي لا تلتزم الشركات المنتجة لها بتدوين سعر البيع للمستهلك الجمعية قالت في بيانها أنها تدعم القرار لمصلحة المستهلك ودعما للحكومة في مواجهة ضغوط عالمية من شركات أمريكية وأخرى فرنسية تمارس ضد قرار إلزام الشركات بكتابة الأسعار على المنتجات قرار وجدل وحملة مساندة وانتظار وترقب لموعد التنفيذ المقرر في الأول من يناير المقبل بحيث يرى المستهلك الأسعار واضحة على كل منتج يشتريه دون أن يجد نفسه مرهونا برأي التاجر الشخصي في سعر المنتج أهلا بحضرتكم مرة تانية والفقرة الأولى ومصر في أسبوع هذا اليوم والتي نناقش فيها كتابة الأسعار على المنتجات وقرار وزير التموين في هذا الأمر لكن دعوني أولا أرحب بضيفي وضيف حضرتكم في هذه الفقرة الأستاذ محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء سيد محمود أهلا وسهلا بحضرتك شرفتنا في مصر في أسبوع سيد محمود في البداية دعني أبدأ بالسؤال التقليدي ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن تسعير جبرية تكتب على السلع وبرغم كثرة الحديث لم ينفذ من الأمر شيء الآن هناك حديث من قبل وزير التموين بأن الأمر أصبح نهائيا ومن المفترض أنه خلال شهر يناير القادم ستشهد مصر كلها تسعير جبرية على كافة السلع هل تعتقد بأن هذه المرة الأمر جد حقيقي وسيتم تنفيذ هذا الأمر؟ وفي حقيقة الأمر هذه التسعير ليست جبرية ولكنها اختيارية لكن تتضمن حق من حقوق المستهلكين أي مستهلك دلوقتي شايفنا له حق في أنه يعرف حق المعرفة حق أصيل منصوص عليه في الدستور المصري منصوص عليه في قانون حماية المستهلك في المادة 3 من قانون حماية المستهلك منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من حق الإنسان أنه يعرف حقك أن أنت تعرف العبوة دي مدة صلاحيتها انتاجها المكونات الحاجات فيها مواد حفظة أو المفهاش فيها كل التفاصيل المفروض اللي حضرتك يتصل علمك بيها وعلى الجانب الآخر موجود فيها السعر سعر بيع المستهلك إحنا فيه من تقريبا من سنة قربنا على سنة يمكن مع بداية السنة من بعدات يناير العدة رحنا أقامنا دعوة في مجلس الدولة وطالبنا فيها بكتابة السعر على المنتج وأن الدولة تلزم المنتجين بأنهم يكتبوا السعر اكتبوا أي سعر وهم عايزينه لا يوجد أزمة يا رب حتى حاجة تبقى بألف يقول إنها بمئة ألف لا يوجد أزمة المهم أن يكتب وأنا كمستهلك أفاضل إذا كانت السلعة عادية أشتري من عنده ولا أشتري من حد تاني أرخص وأكثر جودة يعني فكرة أن يكون هناك تنافسية موجودة في السوق وأنا أختار أنا كمستهلك أنا سيد السوق المستهلك في أي مجتمع اقتصادي محترم هو سيد السوق هو الذي يحدد دين رايحة مين ولا رايحة شمال في العالم المتقدم برا اللي احنا بتتكلم عليه أن احنا أخذنا منه نظام الاقتصاد الحر احنا اللي عارفين نبقى اقتصاد حر والاقتصاد موجه يعني مين يقول أنه اللي عمله الاقتصاد الحر زي فرنسا السفير الفرنسي يضغط على وزير التموين أو يضغط على وزارة التموين ليه؟ ليه وإحنا كمجتمع مدني هل هذه معلومة بأنه هناك ضغط من السفير الفرنسي؟ الوزير قال نفسه أن السفير الفرنسي اتصل بي لأنه عنده سلسلة محلات ممكن أقول أسماء ولا مفيش دهائي؟ لا يعني بدون أسماء سلسلة المحلات الكبيرة المعروفة يعني تمام؟ الهايبرات الكبيرة تمام؟ هل ينفع أن فرنسا اللي بتكتب الشركات فيها أسعار المنتجات على العبوات وكل حاجة واضحة بالنسبة للناس حق المعرفة اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو حقها أصيل؟ هي نفسها اللي ترفض أن احنا كمستهلكيننا يبقوا أقل من المستهلكين في فرنسا؟ يعني ليه سيادة السفير أنت بتضغط علينا؟ طب فكرة التسعير دي فندم هل هي قائمة على كافة المنتجات؟ والأمريكان على فكرة برضو عشان نستوفي الحكاية دي عشان نرجع لها شتاني الشركات الأمريكية بتضغط شركات عالمية في مصر موجودة طب شايف الهدف وراء الضغط دي عايزين يعملوا هم عايزينه عايزين ياخدوا أرباح زي ما هم عايزين عايزين يتصرفوا في السوق المصري كما لو أنه ما فيهوش ضابط أو رابط هم عايزين يعيشوا حياتهم براحتهم طيب هل تحقيق الربح ده مش جزء من آليات السوق الحر أنه هامش الربح يحدده المنتج؟ هامش الربح يحدده المنتج وإحنا ده اللي طلبين بيه على فكرة إحنا ما طلبناش بأكتر من كده أنا مش طالب منه أنه أنا حدده سعر أنا طالب منه أنه هو نفسه يقول السعر اللي عايزه ده إحنا كنا تجاوزنا طبعا بقولك كده تجاوزنا يعني عشان إحنا دلوقتي بنحسحس على الناس دي بنحسحس على الجماعة بتوع رجال الأعمال وبتوع الغرف وكلام من ده مش عايزينهم يزعلهم مننا أكتر ما هم زعلنين وبنحسحس على سات السفير والصفرات اللي بتضغط علينا دي تمام أنا مش عارف الدولة المصرية يعني إزاي ما تستطيعش أنها تنفذ إرادتها في قرار مثل هذا خاصة أنه إن أنا مش طالب تسعينة جبرية ده أنا بقول له ابتب السعر يا جدع اكتب يا عامل أنت عايزه يا رب تكتب بمليون جنيه بس اكتب لي لأنه حضرتك يوم التعويم وهذه قضية كل مبروح مكان بقولها هو حد ينسى يوم التعويم بالليل الساعة 12 كان فيه ناس عندهم بضاعة في المخازن أنتجوها مش مكتوب عليها السعر طبعاً كان بميت مليون جنيه بعد 12 ودقيقة من التعويم بعد دقيقة من التعويم تمانها زاد بقى من 2 مليون جنيه زادت الضعف ليه لأنه مش مكتوب عليها السعر طيب معهين هنا المنتج برضو هيرد عليك أصدر أحمد يقول لك أنه أنا هذا المنتج الذي أنتجه أو أقوم بإنتاجه هو أيضاً خاضع لمواد خام أقوم باستيرادها من الخارج خاضع لزروف النقل وأسعار النقل المختلفة ما بين الحين والآخر مرتبطة بأسعار الوقود أيضاً المتغيرة مرتبطة بأمور كثيرة جداً فأنا إزاي أثبت سعر في حين بأنه أنا المواد الخام أصلاً اللي بستخدمها في إنتاج هذا المنتج هي أساساً أسعارها متغيرة وفي حاجة اسمها رقم التشغيلة يعني إيه رقم التشغيلة حضرانك لما بتيجي تنتج منتج معين في المصلة تبقى للخامات الموجودة تبقى للتكريف الحدية لهذا المنتج في ذلك الوقت اجتب سعرك تمام؟ ده الوزير بقى لما ضغطوا عليه رح قالوا طبا جماعة خلاص اكتبوا سعر بيع المستهل الجوة الفاتورة هم كمال مش عايزين يمسوكوا فواتير مش عايزين يمسوكوا دفاتر مش عايزين يدوا الدولة حقها ولا يدوا أي حد حقه يعني ما هذا مش منطق أن أنت تشتغل بغير فاتورة العالم بره ما بطل الفلوس العالم بره أحيك بتطلع بره أنت كغريب على البلد ممكن تتعامل بالفلوس إنما أهل البلد كله شغال بالكريدت وكله رايح على الدولة عارفة نصبها رايح فين وكل واحد عارفه رايح فين وجاء منين إنما أنا دلوقتي أديك حاجة بغير فاتورة أنت عايز تشغل بغير فاتورة ليه ما تكتب قال حكتب السعر في الفاتورة وحطه على الرف إذا لما يتطابق السعر على الرف مع الفاتورة يبقى إذا أنت يمسك الرجل ده وقت عرابته ده الرجل عايز يغرب عايز يلعب عايز يشتغلي عايز ينتهك حق المستهلكين في أنهم ياخدوا حاجة بسعر ما فيهوش لعب يعني هي هو الأصل في السوق الانضباط ولا الأصل في السوق إن إحنا نلعب طيب بعد كل هذه الضغوطات والتحديات التي تحدثت عنها أستاذ محمود هل شايف أن هذا القرار سيتم تنفيذه بالفعل أم لا هذا القرار أنا عارف أنه وزير التوميين الحالي على فكرة يعني لدغات الثعابين تمام أنا أعتقد أنها ورامت جسمه أنا عارف اللي بيحصل وعارف كويس جدا أنه بيتعرض لضغوط من كل ناحية من بره ومن جوه تمام وأنا يمكن جزء من البيان اللي إحنا طلعناه أول مبارح طيب قبل معد النقطة دي كان الهدف منه نحن نسنده قبل معد النقطة دي حردك قلت من بره وأصدت بدأ مجموعة من الشركات العالمية طيب من جوه من مين من الغرف التجارية والتحاد الصناعات الوحيد اللي وقف الحكاية دي وقفة إيجابية ودولة من رجال الأعمال الاتحاد المستثمرين يعني هذه تحية يجب أن تصل إلى محمد فريد خميس هذا الرجل المحترم اللي قال يا جماعة اكتبوا السعر إحنا إيه اللي يمنعنا إن احنا نكتبه وقال حاجة تانية غريبة قال ليه ما تعملوش ضريبة تصعودية على اللي ياخد أرباح زيادة على 20 مليون جنيه اعملوا عليه ضريبة تصعودية قال أنا مدفع في أبيكا ضريبة تصعودية إحنا اعملوا ضريبة تصعودية على اللي ياخد أرباح كتير طالما أنت بتكسب ما تدي البلد حقه تمام إيه اللي يمنع إنه الدولة المصرية بقى فيها رجال عمال محترمين وحسين بمشكلتها هو ليه الناس دي عايزة تدخلنا في أزمة تانية هو أنت حمل ثورة تالتة إحنا ما صدقنا عايزين نمشي عايزين نتحرك خطوات لقدام الرجل الموجود حاليا إدري وقفك عن حالة الانهيار والتداعي أنت كنت بتجري بسرعة الصانوخ لخلف النهاردة بقيت ثابت في مكانك وبتاخد خطوات لقدام وده اللي أنا كنت بطمح له من أول مجافة لكن برضو عشان يعني نكون محقين في حق رجال الأعمال الجميع يدرك جيدا والرئيس عبدالفتاح السيسي أشار إلى هذا الأمر أكثر من مرة بأنه التحرك للأمام سيكون الدولة بمؤسساتها جنبا إلى جنب مع رجال الأعمال والمستثمرين طفا يعني يجب حتى لا يفهم خطأ كلامك أسو محمود أنه هذا ليس بهجوم على رجال الأعمال ولا على المستثمرين يا سيد الفاضل هو الرئيس لما راح تبرع بنص سروته وطبق أهل هتبرع بنص مرتبي في ذلك الوقت كان يستهدف كان يستهدف أن يعمل حالة غيرة عند المجتمع ده كان يستهدف أن يبقى عندنا 3040 بيل جيتس بيل جيتس قطع بنص سروته ورح أطاها للبلد لبلده اللي عملته شكل اختياري لكن عشان نشير لهذا الأمر هو أنا طالب منه أجبره في حد هيتبرع بحاجة أجبر بالعكس أنا عايزه يحس أن دي بلده ما هو هو حضرتك لا قدر الله لو أن السلام للنيار السلام الاجتماعي في هذا البلد إنهار مين اللي يدفع التمن أهم أول من يدفع التمن هو حضرتك يوم 28 يناير 2011 مش كان فيه بروفا جينرال اللي ثورت جيع كل البلد عالت منها أنت نفسك مش كنت قاعد خايف خايف بنتك مهدد وحالتنا مهددة والمخازن تسرقت والمتاجر تسرقت والدنيا تنهب في اليوم دلولة رحمة ربنا وسطره على البلد دي إحنا كان ممكن عندنا مشكلة كبيرة طيب نعود لقرار نروح لها ليه نروح لها ليه لإيه لي خليني أوصل للحالة دي تاني يا جماعة تعالوا نمشي إحنا ممكن أن نبقى زي الفل البلد دي رايحة الخير على فكرة أول حد يقولك أن البلد دي خلال خمس ست سنين اللي جاية دي إن شاء الله البلد دي هتبقى زي البرازيل وعن فتاح السيس هتبقى زي الولد سيلفا شفت النهاردة أنت بتلاقي على السوشيال ميديا الناس بتعارض كتير لكن هؤلاء المعارضين خلال خمس سنوات سقف زمني مش أكتر من خمس سنين هيقولوا كلام كويس حتى لا يتشعب الموضوع أعود مع حضرتك إلى قرار وزير التموين قرار وزير التموين أشارت حضرتك والجميع يعلم هذا الأمر بأنه تم الحديث عنه كثيرا وأنت أشارت إلى أن هناك ضغوطات وتحديات برغم الضغوطات والتحديات هل تعتقد بأن هذا القرار سيتم تنفيذه بالفعل وخلال فترة وجيزة سيجد المواطن المصري الأسعار مدونة على السلع التي يقوم بشرها في الأسواق أقولك أن التضخم فيه معدلات بتنزل في التضخم بشكل إيجابي جدا القرار حيتنفذ لأنه برضو خلينا نتكلم بصراحة الوزير شال بعض الحاجات اللي كانت مزرجنا مع الناس مع البهوات تمام شال جزء من الحكاية لكن استبقى الجزء الأهم أن أنت تكتب في الفاتورة سعرك سعر بيع المستهلك وتكتب سعر بيع المنتج وفي نفس الوقت إذا ما وجدتش فاتورة في المكان هتصادر البضاعة وهتعتبرها سلع مجبولة المصدر الأهم من كل ده يعني ده ألية يعني هناك ألية طبعا تتحدث عن ألية شاملة يعني بص المجتمع المصري خلال مرحلة اللي جاية دي ما تدعوه لمساندة هذا الرجل مساندة الوزير في هذه المعركة المعركة كبيرة لكن خلينا أقولك حاجة أنت ما فيش قدامك حل عشان تواجه مشكلة الغلاء وتنسى حكاية الأسعار إلا أن أنت تنتج إحنا لغاية فترة قريبة لولا موضوع الدولار إحنا كنا بنستونة خاصة من كوريا يا سيد الفاضل إحنا زرعنا أنا كنت أنا بمشي في أسيوت بحزن في أرض اسمها أرض خشبة في أسيوت أقسم لك بالله اتزارعة مباني اتزارعة مباني محليات يجب أن تواجه الرقاب الإدارية يجب أن تتحرك في مواجهة المحليات الناس اللي بيغتصبوا الأراضي دي ويغدوها ويبنوها تحت نظر الدولة وتحت إدارة مدرية الأمن في أسيوت أو وزارة الداخلية كل ده كلام خطير جدا النهاردة أنا بزرع بلدي مباني يا أستاذ أسامة بزرع بلد كاملة كانت خضراء أنا كنت أحط عيني كده مش جايب على مدى نشوف أقدر كنت أشوف يا دوب سنة الجبل الغربي ناحية الحتة اللي بكلم حالك عليها صحيح الفترة كل الوقت ده تحصل تعديات كثيرة طيب سؤال الأخير يا أستاذ محمود هل تتوقع أنه خلال المرحلة القادمة ستشهد السلع سؤال مباشر وأكرره للمرة الثانية ستشهد السلع تدوين للأسعار على المنتجات خلال المرحلة القادمة أم لا نعم أم لا لا هيحدث هيحدث بالضرورة برغم كل التحديات التي عشرت إليك أنا بأرى على يعني بحس كده أنه الدولة مصرة على الحكاية دي كخطوة أولى نحو تنظيم السوق هذا السوق ما لم يكن هناك ضوابة حاكمة فيه هنفضل طول عمرنا بنعاني وهيفضل البهوات دولة يعني بيبتزوا بيبتزوا الدولة من جانب وبيمتصوا دم الناس على الجانب إن شاء الله لنا لقاء آخر وحينها نتحدث عن كيفية ألية التطبيق للقرار إذا صدر قريبا إن شاء الله بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنين ضد غلاء أشكر حضرتك شكرا جزيلا شرفتنا في مصر في أسبوع حبيبا لونا نروح مع حضرتكم إلى فاصل ونعود لاستكمال الفقرة الثانية اليوم ومصر في أسبوع أهلا بحضرتكم مرة أخرى موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إعلان 2018 عام للأشخاص ذوي الإعاقة أثلجت صدور الكثيرين وبخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة اللي بناكن لهم كل تقدير وكل احترام تبقى للإحصاءات الغير معروفة والغير رسمية حتى الآن بيصل تعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر ما بين 11 مليون إلى 14 مليون مواطن إطلاق عام 2018 عام الأشخاص ذوي الإعاقة وموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا الأمر فتح أيضا على الجانب الآخر شهية مجلس أنواب لإقرار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وهذا القانون الذي تم الموافقة عليه بشكل مبدئي ومن المقرر أن تتم الموافقة عليه نهائيا خلال أيام سنتحدث عن طفرة كبيرة في مصار حصول الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر على حقوقهم بعد انتظار طويل وبعد سنوات عجاف عانى منها الأشخاص ذوي الإعاقة من إهمال ليس فقط على المستوى المجتمعي وإنما إهمال بشكل عام يعاني منه الأشخاص ذوي الإعاقة الجميع لم يكن يدرك احتياجات هؤلاء الأشخاص نتمنى أن يكون عام 2018 عام الأشخاص ذوي الإعاقة يكون عام مختلف وعام فارق بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة نتحدث عن اتفاقيات دولية بطرع هؤلاء الأشخاص نتحدث أيضا هناك قوانين بيقرها وبيسنها دستور المصري وبيسنها حقوق الإنسان وأيضا القوانين المصرية بتتحدث في هذا الأمر لكن للأسف هناك تضارب فيما يتعلق بهذا الأمر دعونا نتابع تقرير حول إطلاق عام 2018 عام للأشخاص ذوي الإعاقة ونعود لمتابعة ومناقشة هذا الأمر بالمزيد من المتابعة داخل الاستوديو انتصار تشريعي خرج به ذوي الإعاقة ومعهم مجتمع بأكمله بإقرار قانون ذوي الإعاقة من قبل مجلس النواب القانون الذي يلزم جميع الجهات بالعمل به ينص صراحة على تمتعهم تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساوى مع الآخرين وذلك في إطار من الحرص على أن يشمل القانون كل أوجه القصور التركيبي أو الوظيفي أو النفسي الذي يؤثر على جزء أو عضو أو جهاز في جسم الإنسان كما يشمل حالات القزمة رئيس لجنة شؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المستشار بهاء أبو شقة أكد أن قانون ذوي الإعاقة يأتي تفعيلا للمادة 81 من الدستور والتي تنص على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم الجديد في القانون المقر حديثا هو نصه على أن تصدر وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لكل شخص ذي إعاقة وأن تعد له ملفا صحيا وذلك بناء على تشخيص طبي معتمد قانون يمثل انتصارا تشريعيا ينتظر اللائحة التنفيذية ومن ثم التطبيق ليكون تقدما كبيرا في باب حيوية من أبواب حقوق الإنسان الحديث عن الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجات وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر يحتاج إلى الكثير من المناقشة والمتابعة لذلك دعوني أولا أرحب بضيفي وضيف حضراتكم في السوديو حول هذه الفقرة الدكتور وائل التناحي الأمين العام للمجلس الوطني لشباب دكتور وائل أهلا وسلم أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك خليني أتكلم أولا نحن خلال أيام من المفترض أو من المرتقب أن يصدر مجلس النواب قانون متعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة في مصر نحن يعني كالمعتاد الحديث كالمعتاد دوما مصر ليست في حاجة إلى قوانين بقدر ما هي في حاجة إلى تفعيل ما هو موجود من قوانين هل تعتقد بأن الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر بحاجة فعلا إلى قوانين أم أنهم بحاجة إلى تفعيل ما هو موجود من قوانين أنا أعتقد أن كل مواطن مصري في مصر هو بحاجة إلى تفعيل قوانين ليس من أشخاص ذوي الإعاقة بس لما نتكلم أشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص وفعلا محتاجين ده بشكل كبير جدا لأن هم بيقابلوا إرمال كبير جدا من الدولة وخصوصا في تنفيذيا ولا تشريعيا هل لا يوجد قوانين متعلقة بذوي الإعاقب؟ أقول لك الحاجة عملية التحسين دايما بتبقى مستمر فالتشريع دايما موجود ويبقى موجود بشكل كويس جدا مش مشكلة التشريعي بقى موجود مهم يبقى فيه أليات لتنفيذ التشريعي دوت حتى لو هنتكلم التشريعي دايما بيحاولوا يوصلوا للكمال حتى لو كل شوية بيحسنوا فهما بيبقوا في مرحلة هما بيقوا معتقدين دي أبتر مرحلة من ده كمال وممكن بقى كلنا بنسني على القانون اللي طلع تشريعيا ده في الفترة دي إنما بعد كده متطلبات المرحلة اللي بعد كده بتحتاج تحسين معين كل ده كلام كويس جدا كل ده بدون أليات لتنفيذ الكلام ده في أي مرحلة بأي شكل كان من التشريعي ما يبقى التشريعي فالتشريعي دايما بيطلع إلى حد المفصولة كويسة ومحترمة ونحن من أجور الدول في العالم اللي عندها قوانين بالفعل محترمة وتحترم بس ما عندناش أليات التنفيذ على أرض الواقع ولا ثقافة التنفيذ وأهم حاجة ثقافة التنفيذ لأن احنا بنتعامل كمجتمع وكموظفين الستة مليون الموجودين اللي هم كتير أصفل اللي فيهم خمسة مليون لازم يطلعوا برا دولة أوريدي هم بيتعاملوا مع الموضوع بدون أي نوع من أموات الثقافة هي مجرد تأديد مش واجب يعني هو روتين حياة وخلاص مش عارفين إيه المفروض يتعامل إزاي بأي طريقة بأي شكل فده بيأثر كتير جدا على التفعيل وتنفيذ التشريع اللي هو بالفعل بيحاولوا بيطلعوا فيه بشكل كويس جدا قدر مستطع طيب بنتحدث عن إحصائية مخيفة نوعا ما بنتحدث عن من 11 ل 14 مليون يعني برغم أنه مفيش إحصائية رسمية في هذا الأمر لكن هذا الرقم ليس مخيف نوعا ما هو مش مخيف ده هو رهيب ومن ضمن عيوبهم الرقم دوت يعني حضرت أني قلت حاجة أنا كنت عايزة أتكلم فيها أنا زي بقى عم 12-14 مليون وكل اللي يخصوهم في الدولة هو مجلس استشاري لسه منشأ بعد 2011 ومجرد استشاري يعني هواش تنفيذي يعني مرورش أي صلاحيات يعني صلاحياته على الأرض بالضبط مجلس القاومة الشؤون عقب هو مجلس استشاري لو يخضع لأي عمليات تنفيذية ولا ليه ميزانية تخص الشغل ولا لما يبقى عندي رقم زي ده احنا بتكلم كم في المئة من الدولة بتكلم فتردات شوار 14 يعني أكتر شوية من تمن الدولة عدد سكان الدولة ازاي متعملهمش وزارة خاصة يعني وقانون خاص يعني كل ده محتاج تفعيل قوي جدا لا محتاج وزارة احنا بنتكلم على عدد يعني لا يستهام به وعدد أصلا محتاج رعاية كبيرة جدا بكذا شكل مختلف وبقطر مختلفة لأن الرعاية لا تشمل الشخص زاوي الأعاقة فقط لغير الشخص زاوي الأعاقة ده عشان يعيش عايز اللي يرعاه في بعضه بيقدر يستيعتمد على نفسه بشكل جزئي طبعا لأن العاقة بتبقى جزئية إنما في أشخاص سنين حياتهم كلها معتمدة على الشخص اللي معاه والده أبو أخته أخوه ممكن يكون صديقه أو جاره دول يشكلوا نسبة أدئية اللي هم ذات الأعاقة الكاملة حضارك ذكرت في أول كلامك ما فيش إحصائية وديك برضو من ضمن المشاكل رغم من المفروض طب إزاي في عدم يعني في حالة برغم عدم وجود إحصائيات إزاي بنتحدث عن إقرار قانون يعني إقرار القانون من أولى خطوات إقرار أي قانون في العالم أنه يكون هناك إحصائيات رسمية حتى يتم التعامل بشكل تشريعي سليم طب أنا ممكن نسألك سؤال إحنا عندنا إيه في مصر بشكل كامل موجود في إحصائيات رسمية ما دي من ضمن العيوب عندنا الحد الوقت بنحاول نطلع من العملية الورقية نروح للعملية الإلكترونية وما خلصناش ومش عارفين لا لازم يكون فيه شغل أكتر من كده في عملية الإحصائيات كلها وبعدين حتى ده الدستور باكفل حرية المعلومات إحنا عندنا إيه إيه الأماكن المتاح فيها حرية المعلومات بالشكل اللائق اللي نخش فيها أحصل المعلومة لنا عايزها في وقتها وبالشكل المناسب بتاعها ده لسه مش موجود ده مش كلامي مش إحباط هو ده واقع إنما إحنا في إطار العمل زي ما قال الزميل المحترم محمود عسقلاني قال لك بعد خمس سنين بالفعل مصر شكلها يتغير وإحنا فعلا متأكدين من ده في وجود الرئيس عبد الفتح السيسي والشغل اللي بيحصل ده ما عوجود المعاوقات ما عوجود الإحباطات ما عوجود بعض الفاشلين اللي موجودين وشايفينهم فعلا موفقين هم ما فاشلين في العمل في بناء دولة إنما إحنا الحمد لله حطين الجنعة وحطين على أول الخطوات السليمة ونحن نرتقب هذا القانون المتعلق بالأشخاص ذوي لعاقة دكتور محمود دكتور وايل عفوا يعني كيف ترى شكل هذا القانون قبل أن يخرج للنور لا أنا ما شاكت بعدك ما اطلعتش على كل ابنوده بس إنما الجزء اللي اطلعت عليه لا فيه حاجات كتير قوي فيها ضمانات كتيرة جدا وإن كانت فيها حاجات بديهية ما كانتش محتاجة تحط في القانون زي مثلا حق المعاقف الحصول على الجنسية أنا مش عارف إيه ده يعني هو المعاقف اللي أنت صنفته معادة صنفته صنفته في ماليزيا فدي من ضمن الحاجات الموجودة بس لو كلمنا على عيو بسيطة مش مشكلة إنما مجمل القانون لا فيه حاجات كتيرة جدا متكلمة بتحاول تضمن حقوق زويل العاقة وخصوصا في عماية الإتاحة وأكبر مشكلة بتقابل المعاقين هي الإتاحة إن أنت بتلاقي لا طرق ممهدة ولا رمبات موجودة مطالع يقدر يطلعوا فيها ولا مختصين في الجهات الحكومية يقدروا يتعاملوا معاملوا خلاصوهم حاجتهم حسب كل واحد حسب نوع عقد وما فيهش الكلام ده كله هو مرمي في نفس المكان اللي فيه كل الناس بنفس الطريقة مع أنه ده مش مظبوط هو مفروض لي معاملة خاصة حسب احتياجاته ده مش معناه أنه هو مواطن من درجة تانية أو مواطن أقل لا هو عنده حاجة محتاجة دولة تعمله نوع من أنواع الإتاحة عشان تساعدوا عليها ده حق الدولة خصوصا فيه مشكلة أنا كنت أتكلم بارح مع أستاذ علاء المصري من نشطين جدا في مجال الأعاقة لفت نظري لحاجة بديهية هي موجودة الدولة إزاي سيبنى كده وهي المسؤولة عن أكبر من أكتر من 60 أو 70% من حالات الأعاقة اللي موجودة عن طريق الإعادة من الترق الغير مهدفة بيحصل حوادث الحوادث بيجي عنها إعاقات أو إعاقات حوادث العمل فالدولة مشاركة بشكل أساسي في أنه بقى فيه العدد ده من الأعاقة طيب، بنتحدث عن قانون من المرتقب أن يصدر سيتعلق الأشخاص ذوي الأعاقة الإحصاءات غير رسمية بتتحدث من النمع من 11 مليون ل 14 مليون داخل مشروع القانون اللي من المفترض أن يقروا مجلس النواب هل هناك آلية لتمويل مثل هذا القانون أو تمويل برامج تمويلية لخطط متعلقة بالأخص لا، أنا ما اطلعتش أمام احتياجات كبرى لا، ما اطلعتش على حاجة زي كده ويعني هو بشكل أساسي اللي بيقى مختص بشكل كبير بزاو الأعاقة وأن المجلس القانون مشؤول الأعاقة ووزارة التضمن الاجتماعي هي يعني إلى حد ما بتكون مهتمة شوية أو أكثر حد معني موجود بشكل جزئي طبعا وليس بشكل كلي وده من خلال المساعدات هل تقدم هذه الجهات أو المؤسسات أفكار تمويلية للمشاريع التي تطرحها؟ لا، كلمة تمويلية دي المؤسسات عندنا الحكومية بتعب دلوقتي القرارات اللي فيها وهو اللي عايز يشتغل معنا ييجي مول سواء مجتمع مدني أو غير مجتمع مدني عندنا مؤتمر داولي بكرة مع وزارة الشباب والرياضة احنا كمجتمع مدني الممولينه وعشان نقدر نشتغل شراكة مع وزارة لازم يكون عندك التمويل دا كنت لسه تطرق مؤتمر الاتقص مؤتمر مدنس وطني للشباب هنقوله دلوقتي بس أنا بكلمك في حتة التمويل لا الوزارات ما عندهش الكلام دا خالص ما عادش موجود وما عادش متاح أنا عندي مشروع فانعايز أعمله فاروح أعرضه على الوزارة فالوزارة نتنجي نموله ونعمله شراكة مع بعض لا لا انت عندك مشروع لو عندك التمويل تعالى احنا ممكن نعود معاك ممكن ومش أكيد على فكرة كمان ما عندكش تمويل لا بص ما احنا مش نقصين الدولة مش نقصة احنا مسقلين باللي عندنا مفيش مشكلة احنا ممكن ما نقربش يامدكو خالص بس حطونا حطو الحاجات اللي فعلا تعود الأفكار اللي موجودة دي وتتعود المشاريع اللي موجودة عندنا بدلا ما تروح حضر او ما تتنفذش انت عملوها احنا عنداش مشكلة مين اللي يعمل احنا المهم الحاجة التعامل انا مش مستني اخد صورة او اخد لقطة بالحاجة دي انا مستني تبقى موجودة على الارض الواقع حتى لو منافس لي هو اللي يعملها لان في الاخر ده انا هستفيد وابنها هستفيد والشعب كله هستفيد منها طيب قبل ما انتقل مع حضرتك دكتور وائل الى مؤتمر المجلس الوطني للشباب اللي من المقرر ان يعقد غدا ان شاء الله عايز اتحدث مع حضرتك في نقطة هامة جدا ودي مشكلة عامة ومسئولية فيها مجتمعية اكبر منها مؤسستية وهي فكرة التعامل وثقافة المجتمع في التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة ما هي الاستراتيجية وما هي الرؤية التي تطرحونها كمؤسسات مجتمع مدني في فكرة تطوير الثقافة المجتمعية للتعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة فكرة التعامل ان المواطن الطبيعي يستوعب بان الشخص اللي امامه شخص ذات اعاقة وبالتالي يستحق نوع معين او شكل معين من اشكال التعامل الفكرة اللي عندنا يعني حاجة غير المتوقع تمام وهي كلمة واحدة تلخص كل الكلام ده كله وهقول حالك ليه كلمة الاحترام احنا لو احترمنا بعضنا كشعب كمواطنين مش هتفرق لقدامي ده معاق او غير معاق انا واجب علي اساعد اي حد جنبي ممكن بقى انسان ساوي بس محتاج مساعدة ان يعد رصيب ستة كبيرة حد مش قادر مش واخد باله هشده قدام عربية هشده ده ماروش علاقة يعني حتة الانسانية دي ما لهاش علاقة بثقافة دي حاجة المفروض جوانا انا مش عارف احنا احنا ازاي لحد النهاردة ممكن نقول احنا انا معاقش عشان هو معاقف انا لازم اساعده فلا ده ده واجب على الدولة اما بنتكلم فيه بنتكلم واجب على اتاحة الدولة للحاجات دي نعم احنا كمواطنين وكشعب اتجاه بعضنا طبيعي جدا يبقى عندنا الجزء الانساني ده هو رحف من نفسه شايف ان ضغوط الحياة اثرت شوية على فكرة لا اثرت كتير مش اثرت شوية كل واحد بيقول يالله نفسي لانا بشكل كبير دي حاجة الحاجة التانية انا لازم نتكلم فيها وانا عايزة القدوة عليها دايما بقولها حتى لعضاء لاجنة الاعاقة عندنا متعامل مع الشباب عندنا يا جماعة مفيش حاجة اسمها معاق علشان هو عنده اعاقة ده دي مفاهيم بتتحط عشان تعمل الضبط القانوني مش اكتر والتعامل كلنا معاقين معنا كلمة الاعاقة وهي الامتناء عن شيء انت مش قادر توصل لشيء او مش قادر امكانياتك مش جايبة شيء او ما او كان عندك امكانيات ومعادتش بتوصل للجزئية دي انا ممكن اكون معاق ذهنيا في جزئية وانا بداشت افكر فيها ومش شاطر فيها المعاقل اللي قاد على كل سينا ممكن يكون اشتر مني فيها كتير جدا ونبغى عني فيها فهي الاعاقة مش مشهر العلماء الان على مستوى العالم ستيفن هوكينج على سبيل المفال يعني معاقب شبه طيب خليني انتقل بحضرتك بنقطة اخيرة في هذه الفقرة وهي فكرة نقطة مؤتمر المجلس الوطني للشباب اللي من المفترض يقام غدا بتعاون مع وزارة الشباب لا المؤتمر ده معمول بشكل مختلف شوية وبقالية مختلفة شوية الاول عاوزة الفت نظر الزملائي من الشباب اللي هم زوال اعاقة انا مش موجود بتكلم بلسانهم كويس شان هم دايما بيحبوا هم يتكلموا بلسان حالهم وطبعا المجال مفتوح في مصر اسبوع اي حد فيهم يشرف اه بالزبط بس انا عايز برضو اقول لهم حاجة في الجزئية دي احنا لازم كلنا نهتم ببعض يعني انت كمعاقل لما تيجي بكرة في برنامج وتتكلم على قضية عامة خصيني انا كسليم ده حاجة انا ابقى فرحان بيها ان جنبي اخوي المواطن بيتكلم في حقي انا مش فارق معاي هو ايه فده اللي عشان دي بس بتعملهم حاسسية شوية دي اول حاجة التاني حاجة احنا المؤتمر ده جاي بينهم هم يناقشوا بعض احنا مقسمين المؤتمر لخمس انواع اعاقة كل نوع اعاقة هيبقى في ورشة عمل مع مع نفسهم بيتناقشوا في خمس محاور أساس اقتصادية واجتماعية وصحة عالمية حسب درجة الاعاقة دكتورو لا نوع الاعاقة فيه اعاقة حركية سماعية بصرية تمام فيه اغزام تمام فيه سماعية بصرية وزهنية تمام فالزهنية بيقوم معانا بطبعا المرافق بتاع لان هو اللي بيبقى شهد له حياته كلها هو اللي هيتناقش وبالتالي هو الاكثر بالضبط كم هيعودوا خمس ورش عمل هيتناقشوا مع بعضهم في خمس محاور أساسية اللي هنا عليها اللي هي الثقافية والتعليمية مع بعض والاجتماعية والاقتصادية والفنية والرياضية وهنطلع في كل ورش يتعامل بتوصية واحدة فقط لا غير من كل محور خمس ورش عمل في خمس محاور خمس توصيات كل ورش يتعامل خمس وعشرين توصية إن شاء الله المؤتمر يخرج بيهم يتيجي الجلسة الختمية احنا إن شاء الله داعيين حوالي ستة وزارات إن شاء الله ممثلين في وزارة موجودين داعيين جامعة الدول العربية داعيين جهاز حماية المستهلك داعيين مجلس القاومة للحوالي إنسان مجلس القاومة للشؤول للعاقة معنا جهات كتيرة معنا عضاء مجلس النواب هيجوا في جلسة هيمسلكوا التوصيات عشان نقرأها لهم عشان هم ما اللي يقولوا كل واحد هيقول فيه خمس وعشرين توصية قدامه أنا أقدر ننفس ثلاثة رقم كذا ورقم كذا ورقم كذا فنشكل لجان بشكل مباشر تقدر تتابع معهم على طول هو عمل التزام أدبي إن شاء الله يتحول التزام فعلي ما بين مؤسسات المجتمع المدني وما بين مؤسسات بالضبط أنا بس عاشير أن المؤتمر شراكة ما بين مجلس وطني الشباب ومؤسس الإبداع والتنمية وطبعا برعاية وزارة الشباب والرياضة يعني أعمل معنا شور الكويس بشكرك شكرا جزيلا دكتور وائل التناحي ليس فقط على وجودك معنا في هذه الفقرة ولكن أيضا على المجهود المؤتمر بعنوان كلنا إنسان أكيد طبعا أكيد طبعا أشكر حاجتك شكرا جزيلا هنذهب الآن مع حضراتكم إلى فاصل ونعود لاستكمال فقرتنا لهذا اليوم والفقرة الثالثة ومصر في أسبوع وصلنا مع حضراتكم إلى الفقرة الثالثة والأخيرة من مصر في أسبوع وهي جولة المحافظات المحافظات المصرية المحروسة نطوف في المحافظات المصرية من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها نبحث عن هموم تلك المحافظات وأحلامها التي حازت على اهتمام واسع من أهلها البداية من سيناء أرض السلام حيث افتتح دكتور خالد العناني وزير الآثار المرحلة الأولى من ترميم مكتبة دير سانت كاترين وواجهتها جذلك أيضا ترميم منظر فسيف ساء التجلي بالكنيسة الرئيسية بالدير كان ذلك بحضور عدد كبير من الوزراء والسفراء أكد الدكتور العناني أن افتتح المرحلة الأولى من مكتبة دير سانت كاترين ومنظر فسيف ساء التجلي الموجود بالكنيسة الرئيسية يعد رسالة أمان وسلام موجهة للعالم أجمع دعونا نتابع المزيد عن مكتبة سانت كاترين في هذا التقرير بعد عملية ترميم استغرقت نحو أربع سنوات افتتحت المرحلة الأولى من مكتبة دير سانت كاترين في سيناء والتي تحوي نحو ستة آلاف مخطوطة والآلاف من الكتب القديمة الأخرى والمخطوطات تلك المكتبة التي تعد وحيدة من كبرى المكتبات من نوعها في العالم وبالأحرى الثانية بعد مكتبة الفاتيكا إحدى المخطوطات التي عثر عليها تخص الطبيب اليوناني هي بوقرات وهي مكتوبة على الجلد وتضم أجزاء من نصوص طبية من القرن الخامس أو السادس دير سانت كاترين يعد رمزا للتسامح في العالم إلى جانب أنه يضم أكثر من ستة آلاف مخطوط قديم موجود داخل الدير تم توثيقهم توثيقا رقميا بالكامل وتم ترميمهم وتحوي المكتبة أيضا نسخة خطية نادرة من الكتاب المقدس بالنص السرياني القديم عشان دير سانت كاترين هو رمز تسامح في العالم كله عشان اللي بيهم البشرية كلها وعشان المكتبة اللي احنا فيها دلوقتي حضراتكم شايفين المخطوطات كلها اللي متغلفة جوه دي احنا عندنا أكثر من ستة آلاف مخطوط قديم موجود داخل الدير تم توثيقهم توثيق رقمي بالكامل تم ترميمهم وجاري لسه العمل تم إعداد مشروع ضخم اللي حتوك شايفينه كاميرات مرقبة إنذار إطفاء آلي للحريق حاجة فعلا متميزة العمل استمر استغرق أقل من أربع سنوات تقريبا وإن شاء الله سيكمله قريب في الجزء الغربي من المكتبة وشملت عملية الافتتاح أيضا افتتاح لوحة فوسي فساء يعود تاريخها إلى القرن السادس الميلادي واستغرق الانتهاء من عملية ترميمها نحو 12 عاما من الجهد ولما بنقوم ترميم المكتبة فهو بالمعنى أننا نتم عملية تغليف المخطوطة نفسها بعد تصويرها بمايكروفين عشان أي عالم يحب يجي يطلع عليها أو على أي مخطوطة يطلع عليها عبر الشاشات ليس أنه يمس المخطوطة عشان ما تتأثرش بأي شيء دير سانت كاترين يقع أسفل جبل كاترين في جنوب سيناء بمصر بالقرب من جبل موسى ويعد أحد أقدم الأديرة في العالم وهو أحد المواقع المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار دكتور مصطفى نتحدث عن ثروة قومية الآن لدينا في سانت كاترين كيف من الممكن أن نستغل مثل هذه المكتبة ومثل دير سانت كاترين بالكامل في الترويج للسياحة المصرية خاصة بأن السياحة الدينية تستحوذ على الكثير من الاهتمام ليس فقط لدى المصريين ولكن لدى كافة شعوب العالم مساء خير سيد أسامة وساء خير على السادة المشاهدين أحب بس أضيف حاجة كده خفيفة الدير زي ما حاجة تفضلت وقلت في التقرير هو أشهر وأهم الأديرة على مستوى العالم وأحد المواقع المصريية السابعة المسجلة على قائمة صراحة العالمي اليونسكو ده من سنة 2002 زي ما حاجة قلت سيناء أرض السلام لا هي بالدير وليفي أو بالمصر القديم هي أرض الفيروز وتعانقت فيها الأديان السماوية الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلامية طب اليهودية ممثلة في العقيلة الملتهبة أو المبيئة والمسيحية طبعا متمثلة في الدير نفسه والإسلامية متمثلة في جامع الآمر بأحكام الله من سائل فاطمي ده من سنة 1106 ميلادية نقول بقى للسادة المشاهدين كاترين من كاترين كاترين دي كانت سيدة وثنية كانت تعبد الأصنام المهم أنها اعتنقت المسيحية فجهة الإمبراطور الروماني ماكسيميانوس طبعا حب يحبثها ويرضها عند بينها فحبثها في السجن لكن اللي كانوا مسجونين معها اعتنقوا بالكامل المسيحية قال لا ده يحاول يطلعها من السجن اللي هي فيه وحاول يسنيها مرة أخرى المهم أنها لم تسنع على على اعتنقها للديانة المسيحية فقام بتقطيع أشلاء جسمها موتها وقطع أشلاءها ودفنها في مكان ما في الأسكندرية المهم أنه الأشلاء بتاعتها جهة عند كاترين وذلك سمي بدير سانت كاترين لكن هو الاسم الأصلي له اسمه دير العزراء اللي هي العزراء مريم الترميم المكتبة ده بدأ من 2008 وتوقف شوية يعني نقول في الإجمالي كان حوالي برضو أربع سنوات الفوسيفساء التجلي على سكر الصرف عليها حوالي 2 مليون دولار ومساحة الفوسيفساء دي حوالي 46 متر مربع ودي تعتبر أقدم وأجمل فوسيفساء في الشرق الأوسط على الإطلاق وكانت وزارة الأثار وقطع المشروعات والترميم شافوا أنه فيه بداية تلف كده في الفوسيفساء فقاموا بتجميع القطع اللي هي ووصل عددها تقريبا خمسمائة ألف قطعة صغيرة والترميم بدأ في الفوسيفساء التجلي من ألف وخمسة المرمم اللي أم على هذا الدور هو مرمم إيطالي اسمه ناردي جيفاني كان تحت إشراف برضو الأساريين والمرممين بوزارة الأثار لو بصينا حركة كده زي ما حركة تفضلت برضو قلت في البداية قلت عدد من الوزراء وأنا أشكر برضو الوزير الدكتور هشام الشريف ووزير التنمية المحلية في جميع الإفنت اللي بتعملها وزارة الأثار بيشاركنا إياها الدكتور اللواء خالف كودة محافظ جنوسينا دا كان فيه حدث كبير جدا كمان من الصفرة منهم من ألمانيا والماجر واليونان والبرتغال والصربيا وأيرلندا وبولغاريا وبلجيتا يعني نتحدث عن حدث عالمي ليس فقط محلي لا وإحنا وزارة الأثار الحمد لله كان استغلته استغلال طبعا جميل جدا من أرض الفيروس من فينا ورسالة للعالم رسالة طمأنينة وإحنا بنتكلم إن شاء الله يعني سنناقش هذا الأمر بمزيد من التفاصيل إن شاء الله دكتور مصطفى خلال المرحلة القادمة وأنا أتمنى أن حدثك تكون متواجد معنا إن شاء الله في مصر في أسبوع لكن أعتذر منك نظرا لضيق الوقت بشكرك شكرا جزيلا لنا الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى لله ثار ننتقل من سيناء إلى الإسكندرية عفوا إلى الصعيد طريقة جديدة اتبعتها مستشفى شفاء الأرمان لعلاج الأورام بالصعيد المقام بمحافظة الأقصر لرسم البهجة على وجوه المرضى الذين يعانون أقصى أنواع الألام حيث استخدموا المديح والإنشاد الديني للتهوين على المرضى بالمستشفيات الذي يخدم ست محافظات بالصعيد من جهتها قالت إدارة مستشفى شفاء الأرمان لعلاج الأورام إنها لم تكن تتوقع كل هذا التفاعل من المرضى مع الإنشاد الديني أضافت أيضا أنها ستعمل جاهدة على تنظيم أي فعاليات من شأنها رفع الروح المعنوية لمرضى الأورام ورسم البهجة على وجوههم ينضم إلينا عبر الهاتف حول هذا الأمر الأستاذ أحمد شوقي مسؤول العلاقات العامة والإعلام بمستشفى شفاء الأورام أستاذ أحمد مساء الخير فان أنا مساء الخير فان نتحدث عن شكل جديد لا أقول من أشكال العلاج لكن شكل جديد من أشكال الترفيه على المرضى أولا يعني مجهود بنقدم لحضراتكم الشكر عليه رسم البهجة على وجوه المرضى شيء لطيف ولكن عايز أعرف من حردك كيفية التفاعل من قبل المرضى مع هذا الأمر بالضبط يا فجم حضرتك عارف من الصعيد بطبعه محب للحاجات دي صحيح فهو بالضبط كان في المستشفى يعني كان فيه تفاعل كديم من المرضى وهو عامل نفسي يعني لمشاهدين نقول برضو هو الموضوع بيلعب عامل نفسي مع المرضى فكان فيه تفاعل وكانوا حابين حابين الطريقة وحابين اللي هما خاصتنا زي ما أتعارف إن رحلة العلاق بتبقى طويلة ورحلة صعبة وطوله هما عادين في الاستراحات بيب وبيفكروا وحيدخلوا على الهيادات وحيدخلوا على الدكاترة فإذا فيه عامل نفسي كده فهو الموضوع يعني كسر كسر الحاجز ده فكانت حاجة جميلة وكان فيه تفاعل منهم وكان يطلبوا منه لو هو يكرر الابتهلات ويكررها فكانوا مفتوطين هم يعني بيتبقى بشكل جماعي ولا بشكل فردي يا أستاذ أحمد لا يعني التفاعل كانت بشكل فردي ومفيش شكل جماعي كانت بشكل فردي هو مبتهل كان بيطلعوا بيتكلم معهم وبيصبرهم على الابتلاءات وبيقولهم الابتلاءات لازم نطبع للحاجات دي كان فيه تفاعل من المرضى كان أحبي للطريقة طيب هل هتستمر في تنظيم مثل هذه الفعاليات خلال المرحلة القادمة طالما آتت جدوى مع المرضى بالضبط إحنا إن شاء الله هنخليها مرة شهريا نظر التفاعل بتاع المرضى هنخليها مرة شهريا ونستمعنا أنها تستمر إن شاء الله ولكن في الوقت الحالي هتبقى مرة شهريا بشكرك شكرا جزيلا ونتمنى لكم المزيد من التوفيق لأستاذ أحمد شوقي مدير العلاقات والإعلام بمستشفى شفاء الأرمان كانت هذه اللفتة الطيبة من القائمين على مستشفى الأرمان بالصعيد هي ختام هذا اليوم وختام حلقة اليوم من برنامج مصر في أسبوع يتجدد اللقاء دائما مع حضرتكم من برنامج مصر في أسبوع كل يوم جمعة الساعة السادسة مساء دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة